اهلا بحضراتكم جديد شفنا درع اديب لما المنطق يغيب وتلاقي كل الهرتلة وكل الهري والهبد والحز والكلام اللي ملوش اي معنى غير تصدير صورة سلبية على النادي الاهلي هنفضل دايما نتصدلها بالمعلومة والحقيقة والوثيقة والمنطق لكن المشكلة مش في عمر اديب بس المشكلة ان زي ما قال ابو الطيب المتنبي واخو الجهالة في الشقاوة ينعمه قال لك زو العقل ينعمه او يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعمه يعني كل واحد يعني الاهل مكبر دماغه وشغال بعقله وشغال بترتباته وبينعم هو وجمهوره في حصاد العقل والشغل بتاعه وسائب كل الناس اللي بتهروا بتهبت ضده ينعمونا في هذا الجهل الشديد ممكن تتوسط له عند المتنبي اكلمه بعد دماغه لان لو عايش دلوقتي ها حيقول واخو الجهالتي والتدليسي في الشقاوة ينعمه حيحط التدليس فيها تدليس لان معظم دون مش في جهالة بس الخطورة هنا ايه هو يعلم الحقيقة ايه زي العقار اللي كنا بنتحدث عنه اه طيب انا ليه بقولكو واخو الجهالتي في الشقاوة ينعمه بكرة مش بعيد بكرة التلات في العاصمة القطرية الدوحة الاتحاد الدولي لكرة القدم عامل مؤتمر للفرق المتأهلة لنصف نهائي الانتركنتننتل اتحاد الدولي والدعوة للنادي الآلي والنادي الآلي اوفد المهندس سامير عدل المدير اداري الكبير لتنثيل النادي في هذا المؤتمر عشان يتكلموا على التنظيم الكامل للنصف النهائي والنهائي في الانتركنتننتل وعن ترتبات كاس التحدي كاس التحدي دي يوم 14 ديسمبر هتجمع الاهلي كبطل للأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لما مطقة اليوكيانوس مع الفائز من بطلاي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية امريكا الشمالية تشيكو المكسيكي صعد حيلاعب الفائز من بطلاي البرازيل اللي بيلعبوا على البطل امريكا الجنوبية المباراة هتبقى يوم 11 12 في الدوحة الفائز منهم يتفضل يقابل الاهلي يوم 14 والفائز من مباراة 14 يلعب الفاينل مع ريال مدريد بكرة 3 في الدوحة المؤتمر التنظيمي التنسيقي الخاص بكأس التحدي تقول لي ايه هو كأس التحدي اقولك الاتحدي الدولي لما عمل بطولة الانتر كونتين انتل عملها في السنوات اللي ما فيهاش كأس العالم للاندية يعني كأس العالم للاندية اللي هتتلعب ان شاء الله تعالى سيف 20-25 في امريكا بمشاركة 32 نادي بينهم طبعا النادي الاهلي السنة اللي ما فيهاش كأس العالم للاندية ومنها 20-24 السنة دي تتعامل الانتر كونتين انتل بين ابطال القرات فالفيفا اراد لهذه البطولة ان تبقى على مراحل وكل مرحلة لها كاس كأس الافرو اسيوي والهادي اهدئت للنادي الاهلي وتسلم المهندس هاني ابو ريدا خطاب التمثيل والتكليف من الاتحاد الدولي فوضوا بتسليم الكأس وميداليات الفائز في الدوحة يكون يوم 14 كأس التحدي الاهلي بطل التلات قرات مع البطل الجديد اللي حيبقى يا لاتينيا من امريكا الشمالية مع كل هذا الوضوح ومع كل هذه الصفة الرسمية ومع جايزة الاثنين مليون دولار اللي الحمد لله لقى لفاس بيها هتلاقي اخو الجهالتي في الشقاوة ينعمه ويرددون مين قالك دبطولة رسمية مين قالك الفيفا معترف بيها كلام بقولكه غريب جدا خطرته ايه انه بيشكل وعي الناس ومعلوماتها ما انتو حتلاقوا في ناس كتيرة فهمة ووعية وفهمة ومدركة وعارفة الهاري والهب بس في قطاع من الناس بيتأثر بكلام فرغ زينا او مريحها هذا نوع من التفسير ايه يعني انت قلت ايه الاهلي بصفاته بطل افريقيا واسيا والاوكيانوس ام وشرحنا عن ايه الاوكيانوس اللي هو بطلها اوكيانوس سيتي لعب مع بطل هاسي اذا اذا ثلاث قرات ايه عايز تسميه ايه ام بطل القرات الثلاثة القرات الثلاثة وهو اسمه كده مكتوب عكاس كده والناس عشرت قلب كده ايه انت مش عايز تعترف بيه وماله اه يا سيدي انعم في شقار لا انعم لا ريح دماغك وهي ما حصلتش انا مش شايف مين قال الكلام ده الفيفا يا رجل تريد تقول الفيفا وانت مشادي انك رايح قطر تلعم ماتش طبع الفيفا يا رجل فيفت ايه انت حور والله ما ت يعني احنا بيننعم بعقلنا واجهدنا وجهدنا ونترك الاخرين اللي مش عايزين يواجهوا الحقيقة ينعمونا اذا كانت بيرايحهم احنا اللي دايقنا طيب